المرور ونشوف أخبار الطرق ايه صباح اليوم يوم السبت يعني دايماً بنا نتوقع ان يوم السبت الصبح الدنيا بتبقى ريئة تعالوا بقى كده نقرب الخريطة شوية من طريق صلاح سالم وبنشوف معاكو كمان الطرق المحيطة طريق صلاح سالم العروبة بنشوف منه كمان الطرق اللي حواليه ومؤثر فين وفيه تكدسات فين لو اذا وجد فيه بعض الكسفات ده فين ده دي الناس ده انا كلمت عليك وكلمت حضراتكو عليها مبارح عند كبري اكتوبر من اول كده العباسية على الكبري على العباسية لحد منزل صلاح سالم في حارة مأخوذة عشان فيها رفع كفاءة للكبري طبعاً الناس المفروض خلاص يبقوا عارفين انه الكلام ده بيتم في اليومين دول فعشان كده يعني يفضل انه في التوقيت ده عشان ما يسمعش بصوا مسمع فين وده على فكرة برضو مبارح كان المفروض انه مبارح ده يوم جمعة فاحنا برضو قلنا بدورنا الصبح يا جماعة خلوا بالكو يعني ناخد افضل الطرق البديلة وافضلها ان احنا ننزل اسفل الكبري في نازلة قبل الحتة دي يمين حضرتك ممكن تنزلها وتاخد الملف من تحت الكبري وتكمل اسفل الكبري الناس للأسف بتقف في الزحمة لانه في لين واحد او حارة واحدة بس هي اللي شغالة لانه في رفع كفاءة للحارة الاخرى فيفضل ان احنا ناخد الطرق البديلة سواء اسفل الكبري او اي طريق اخر عشان نتفادى الزحام الاعلى كبري اكتوبر اللي وانت بقى رايح في طريقة لمصر الجديدة مدينة نصر او مطار القاهرة بقى تلاقيه في طريقة انما بقى الكبري اللي متجه نحية ميدان التحرير فالطريق رايي الحمد لله شفنا معاكو كورنيش النيل كورنيش الزمالك بنمر عليه كورنيش العجوزة كمان بنمر على محور 26 يوليو كبري 15 مايو يعني بنشوف برضو احمد عرابي سفنكس كله بيظهر قدامنا في الطريق الحمد لله بيسود الخريطة زي ما بنقول كده اللون الاخدر ياريت كل ايام تبقى الجمعة والسبت الصبح يعني ياريت المشهد ده نشوفه لكن لأسف طبعا باقي الايام بيبقى بتشهد ساعة الزروة الصباحية ناس طول الوقت يعني محتاجة بس نقولهم يا جماعة نزلوا بدل شوية عشان كمان ما نبقاش احنا متلهوجين في الطريق وتوصلوا بألف ألف سلام